تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت في اليوتيوب الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقة اليوم من سلبي أوروبا مش عن مباريات عن القرعة اللي شفناها اليوم القرعة اللي عادت نهائي 2018 بين ريال مدريد وليبربول عادت نهائي 2020 بين باير ميونيخ وباريس سان جيرمن وفرضت مواجهة بين مانشستر سيتي وأحد أهم أهدافه بالسوق هالند مع بروسيا دوردموند وأعطت تشيلسي مواجهة مع بورتو تبدو قرعة سعيدة لتشيلسي أكثر من غيرهم هنحكي عن تفاصيل هذه القرعة كلام سريع بس أذكر الكروت القدم تتغير بأسبوعين وثلاث خصوصا في جولة دولية ممكن تغير مزاجات الفرق ممكن لعب يروح وما يعرف يرجع نتيجة حظر ممكن لعب يروح يرجع مصاب بكورونا يتغير كل التوازن بالفرق هنحكي عن المعطيات الحالية اتركوا لايك وإذا ما عجبكم اتركوا لايك أيضا لأني صاحبكم نبدأ في المباراة الأولى من حيث القرعة مانشستر سيتي يواجه دوردموند ربما الناس لما تقول بيقولك يا أخي والله غوارديولا محظوظ بالقرعة هاي يعني دوردموند فريق صح عنده لعيبة بس ترتيبه بالدوري سيئ حتى مع إشبيليا ما كان ذلك الساحق المتفوق لكن لو نرجع نتذكر مع مين طلع غوارديولا في السنين الأخيرة مع مان سيتي هو عم بيطلع مع هاي الفرق هو عم بيطلع مع ليون عم بيطلع مع موناكو مش عم بيطلع قاعد مع الكبار حتى لما طلع مع لبربور طلع مع لبربور رابع الدوري مش لبربور اللي كان نفسه السنة اللي بعدها ولما طلع مع توتنهام توتنهام كان عم بيعاني عشان يطلع أبطال طيب يعني إحنا بنتكلم عن فريق متعود يغلط هون واللي بزيد الخوف إنه سيتي يغلط إنه فيه لعب هداف سفاح اسمه هالند وجوارديولا لما تحط له هيك شغل صعب ببليش يفكر ولما ببليش يفكر بدور الأبطال بيطلع بظاهرة أو التفكير أكثر من اللازم ولما يفكر أكثر من اللازم تطلع راسه باختصار هذا الشيء شفناه تقريبا كل مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا مع جوارديولا فهلا الآن كل المطلوب من جوارديولا إنه يفهم إنه فريقه لازم يتصرف بأوروبا زي ما بتصرف بإنجلترا كيف يعني أفكر فيك هذا أول شيء لازم يعمل لجوارديولا فلو جوارديولا ما عقد الأمور فمن مركز حارس المرمى لخط الهجوم الستي أفضل من حيث نهج اللعب اسلوب اللعب فرق قوة واسلوب خط الوسط كبير دورتمن عنده مشاكل دفاعية عنده مشاكل بخط الوسط ملموسة دورتمن يمكن ما يتأهلش دور الأبطال للعلم يعني في ألمانيا فنتكلم الفرق الكبير بشرط إنه جوارديولا يدخل يلعب بالستي بدون لمساته هذا بكل بساطة مباراة مهمة لهالند مية في المية عشان يعبر عن نفسه ويعلن عن نفسه أكثر وأكثر لكن لعب واحد ما بيقدر يهزم فريق في كرة القدم إذن بالنسبة إلي المباراة بتروح للسيتي لو جوارديولا أخذها كمباراة طبيعية قوية في دور الأبطال بتحضر لها بدون مبالغة بالتحضير بدون مبالغة بإنك تبهر الناس إنه إلعب قري روح على المباراة الثانية باريس سان جيرمان بايرام يونيك مباريات الفرق الكبيرة مع بعض جدا بيفرق فيها وين لقاء الذهب ولأنه لقاء الذهب في بايران هنا في صعوبة للعلم بتنتقل أكثر جهة بايرام يونيك لأنه ممكن يجي واحد يقول لي لا يا عوال أنت بتنسى أنه بايرام يونيك دائما لما يلعب الإياب على أرضه بيطلع بقول لك هذاك لما يكون في جمهور بدون جمهور الآن بايران مطالب بيلعب من باراة الأولى مع باريس واللي أثبت مع بارشلونا أنه لما يلعب بالذهاب خارج ملعبه ممكن يكون أخطر مما الإياب مع ملعبه فبايران مطالب يلعب الذهاب في ملعبه يجيب نتيجة يروح فيها على الإياب يعني يجيب فوز مبدئيا وبنفس الوقت ما يتلقى أهداف لأنه واحد سفر أحسن بكثير من اثنين واحد زي ما بنعرف فهذا بزيد الضغط على بايران يعني مسألة ترتيب المباريات خلينا أحكي في فرصة لسان جيرمان شيء آخر بايران عنده عدم اتزان داخلي لأول مرة من سنوات مشكلة فليك مع صالح حميداتش مشكلة الكلام عن مستقبل فليك بعض اللاعبين اللي بدون يطلعوا في حالة عدم تركيز في بايران يونيخ القوي جدا زي ما بنعرف بالمقابل باريس سان جيرون بعيش حالة معنوية أفضل بعد إخراج بارشلونا نجا من الدرس حيستعيد نيمار حيستعيد يكون إنبابي موجود واحتمال يكون نيمار جدد عقده حتى واحتمال يكون أكثر من اللاعبين اللي مش مجددين يجددوا عقده كما يقال خلال الأسبوعين الجايات فالأمور تستقر أكثر نفسيا بكتينه بيكون يتعرف على فريقه أكثر الآن المسألة كلها إنه في فرق كبير من الناحية البدنية بين بايران وسان جيرمان حتى اللحظة فرق المعركة البدنية كثير كبير لبايران فرق الأسلحة والخيارات متقارب جدا بين الفريقين ولازم ما ننسى إنه بنهاية 2020 بقوة بايران الساحقة لو إن بابو ونيمار اتصرفوا بشكل صحيح عمال المرمى لربما بايران ما فاز بدور الأبطال بس هداك المدرب كانت تأخل الأكيد 100% أول شي حيعملوا بكتينه يروح يشوف هذه كان المباراة الأكيد 100% أول شي حيعملوا يشوف شو التفاصيل اللي يشتغل عليها هذا الفريق ولعيبة سان جيرمان صاروا يعرفوا لعيبة بايران مش غالبين عليهم ولعكس صحيح مباراة أنا شايفها تفرق كثير في مستوى أول فرصة وثاني فرصة مين حيسجل زي ما بنهاية 2020 فرق بمين حيسجل بهذه المباراة مين حيسجل 50-50 بايران الأقوى بأوروبا عرأسه عيني بس إن بابو ونيمار وفريق بوكتينه أثبت أنه بيهتم بالتفاصيل وفريق في لعبي كويسين بكل خط زي بريسان جيرمان ما بتقدر أبدا ندوهون إنه أقل ترشيحا من بايران مباراة متكافئة مباراة بتعتمد على اللي حيصير في الملعب بالضبط لا أكثر ولا أقل ننتقل للنهاية الثالث اللي هو نهاية 2018 ليفاربول بواجه ريال مدريد محمد صلاح فرصة الانتقام في الشيء أكيد في ليفاربول هذا الموسم إنه أجواءه كئيبة أجواءه قاتمة الفريق حزين الفريق مش عم بركز بس بحضل أحيان تجي كرة القدم بلحظة بتقول لك صح صح وريال مدريد بيعرف إنه لما هزم ليفاربول بـ 2018 في النهاية وضعه بالدوري كان ما أساوي لريال مدريد كان سيء جدا فريال مدريد فيهن الدرس دوري أبطال شيء والدوري شيء فما بيقدر يقيسه ويتوقع ليفاربول في دوري الأبطال بينقاً على الدوري لأنه الحافز مختلف الآن الآن أمام ليفاربول بيجي يفكر أنا عندي مباراة ريال مدريد شو أقوى شيء بريال مدريد حالياً الجميع أعتقد بيتفق معي ثلاث الوسط هو اللي بيفوز وهو اللي بيخسر لما يكون مودريد وكروس بيوم هم ووراهم كاسيميرو المباراة بتحكم فيها ريال مدريد زي ما بده كأنه رسمها زيدان وكاتبها سيناريو مباراة كأنها WWE حرفياً ولما هدو الاتنين تقدر تطلحهم من أجواء اللقاء بصير ريال مدريد زي اللي عايش فوضى بصير ريال مدريد زي اللي كل لعب لحاله بصير ريال مدريد اللي بتطلع عنده مشاكل كتير في الدفاع بصير ريال مدريد اللي مش نفس الفريق اللي بيقدر يدير مباراة 180 دقيقة بيرفكت مع أطلنطا إذن هنا السؤال الأول هل حيقدر ريال مدريد يحافظ على مستوى كروس ومودريد وكاسيميرو في هذه المباراة وهل حيقدر يكله بأسلوب الضغط تبعه بالقوة البدنية اللي عنده بخط الوسط هو للعلم عنده مخزون بدني بيقدر يحطه بخط الوسط عالي جدا يطلع واحد من الاتنين كروس أو مودريد من اللقاء هذه المعادلة هي معادلة التأهل بين الاتنين يعني دورتموند يوما ما قدر يطلع تشابي ألونسو أيام مورينيو راح كلوب فاز في لما واجه ريال مدريد مرة ثانية ما قدر يواجه الفكرة الجديدة اللي جاء بها أنشلوتي من حيث حركية اسكودي ماريا اللي كانت مختلفة شوي وبالتالي خسرت لها هذه معركة الوسط هي المعركة الحاسمة بين الاتنين المعركة الثانية المهمة جدا معركة صلاح ماني فرمينيو أمام خط دفاع ريال مدريد خط هجوم ريال مدريد إحنا ما نعرف ما نقدر نتوقع من الآن شو حيكون مستوى ممكن يلعب مباراة عظيمة وممكن ما يجيش بس المعركة الثانية الموجودة على ريال مدريد سلاحه الوسط ليفربول سلاحه الهجوم فكرة ليفربول بالضغط العكسي بفلسفة دخول روبرتسون آرنولد ريال مدريد يعني أصلا من نهاية 2018 هو فهمها ولعبها صح وواضحة للجميع وتكررت كثير فأما أعتقدش فيهن مفاجآت بضل المعركة الثانية صلاح ماني فير ميليو هل حيقدر ريال مدريد يتعامل على جهة ماني وعلى جهة صلاح بشكل صحيح أمام سرعتهم أمام الكرات الطويلة اللي ممكن تضرب خط دفاعك وياما نضرب ريال مدريد بخط دفاعه هادي المعركة الثانية مباراة برجع أقول أيضا هي 50-50 ولو ليفربول رقم 18 عالدوري لأنه ما زالوا لعبة ليفربول هم هم بالكواليتي اللي هم والجود اللي بتقدر تحسم واللعيب ببعض الأحيان اللي زي صلاح وماني والناس اللي حملت بطولات بتكون محتاجة لحظة تقولهم هاي المباراة معلاش اعزلوها عن الموسم ولعبوها وريال مدريد لعب 2017-18 بأوروبا كلها هو عازل عن الدوريب 50-50 إذا قدر كلب يتعامل مع وسط ريال مدريد حيتأهل إذا ما قدر الريال حيروح بدي يتأهل ونفس الشي في معركة الهجوم كلما قدروا يعزلوا صلاح وماني ويبعدوهم عن منطقة الجزاء كلما كانوا أقرب للتأهل ريال مدريد وكلما قدر صلاح وماني يلقوا نفسهم بكرات في خطيرة في منطقة الجزاء كلما كانوا يقربوا معركة تنحسم في أرض المرحب معركة تشيلسي وبورتو أعتقد تشيلسي محظوظ مرة أخرى أنه بيلعب الذهاب خارج مرحبه تشيلسي اللي بيعرف يمسك كرة ويوصل الاستحواذ لـ 65-70% هاي لصالحه تشيلسي اللي واجهة 4-4-2 تاعة أتلاتيكو واللي بيلعب فيها بورتو ما واجه فيها أي مشاكل فبالتالي تفوق عليها تشيلسي تعلم درس أنه بورتو ممتلك النتيجة خطير برجع يدافع بعشرة وبيقاتل وبيزعجك في المرتدات والفرديات اللي على الأطراف فبالتالي هي معركة أنه تشيلسي يمنع بورتو يسجل هدف الأول وهي للعلم نجح فيها مرتين تشيلسي مع أتلاتيكو في هذه المعركة اللي كان يحاولي لعب معاه على نفس الفخ وفي شلفي سيميوني إذن هذه المعركة الأولى من حيث الجودة من حيث الأداء من حيث السرعة من حيث الخيارات من حيث الدكة كل شيء بقول تشيلسي لازم يكمل لنصف النهائي ويرجع لنصف نهائي دولة أبطال أوروبا لأول مرة من 2014 عندما خرج وقتها مع أتلاتيكو مدريد هذا كلام مختصر على الأربع مباريات برجع أذكر نستنى لوقت المباريات حنحكي أكثر إن شاء الله مع مرور الوقت نحو المباريات في تفاصيل دولة الثمانية من دولة أبطال أوروبا برجع أذكركم أيضا تعملوا لايك على الفيديو تشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله